التعليمات العام في المختبر ونبدأ هنا زي ما قلنا بشكل عام في كلية العلوم لجسم الكيميا وجسم الحياة والفيزياء والآن نبدأ بجسم الكيميا خاصة لأنه في خصوصية لكل معمل وفي الأشياء التي يتعرض حياة الناس الخطر وكيف يجب الاهتمام بها فالسلامة في معامل الكيميا طبعا أقرب شيء يخطر على بالك طبعا وجود المواد الكيمية الخطرة وهكذا وكيفية التعامل معها فإذن يبقى ننتبه لهذه النقطة في أول شيء لما نتعامل مع قسم الكيميا بالذاته في المختبرات أول شيء نحن نعمل التحكم على المواد الضارة يعني بصحتنا أهم حاجة عندي عبارات أو مصطلحات الخطر وعندنا طبيعة الخطر مرتبط بالمواد يعني إذن هذه العبارات تعطيني فكرة عن طبيعة الخطر إيش هي ملتهبة إيش هي تعمل إرتيشن حساسية تعمل ضيق تنفس تعمل إيش مسمة جدا مصرطنة لازم إيش هذه واحدة من الخطوات الأسسية الخطوة الأخرى أو عبارات مصطلحات السلامة الإس فريسيس اللي هو السيفتي هذه تعطي نصيحة عن السلامة دائما المرتبطة بطبيعة الخطر المواد وتحضيراتها يعني قلنا قبل شوي أن الخطورة ممكن تكون مادة مسيرة حساسية ممكن تكون مادة تصبب ضيق في التنفس ممكن تكون مادة تعمل إلتهابات أو في ليما بولو وطئبة إذن في هذه الحالة يجب أنه نتبع أيضا الإس فريسيس أو مصطلحات أو عبارات السلامة لكي نقي أنفسنا من الأخطار اللي كانت موجودة هنا فهذا مهم جدا وهذه وين نلقاها في المس دي اس شيت اللي هو المس دي اس شيت اللي هي المتيريال سيفتي دات الشيت اللي هي زي الكتالوج صغير أو الرشدة ورقة صغيرة مع كل مادة كيمائية ما تفهمنا نتورينا إيش الأر الموجودة في كل أو الرسك في رسك أو مصطلحات الخطر الموجودة مثلا لو لقينا مادة فيها أر واحد هذا إكس كلوزي في وين درا يعني المادة هذي بتكون متفجرة عندما تجيف ولو لقينا أر اتنين هذا الإكس بلوشن طبعا هذي برضو بتكون خطيرة جدا بإنه بكون في إكس بلوشن زي الوصفة اللي فوق ولكن اللي فوق بتعني خطورة والتاني هي بتعني خطورة زائدة أر فور فومس فاري سنسيتيف إكس بلوشن مثلي كمباوند هنا أيضا نوع من المعادية اللي ممكن تصدر بعض الإكس بلوشن أو المتفجرات بالنسبة لي المواد المعدنية إذا سخناها وقربناها من سطح سخن أو حار يبقى ممكن تسبب لنا انفجار نمرة ستة إكس بلوشن وهذه متفجرة إذا احتكت بالهواء إذا لم تحتك بالهواء أيضا وهذه مشكلة ممكن تسبب نيران يعني وهذا أيضا إذا احتكت بمادة أخرى حارقة يمكن تسبب لنا نوع من الحريق يبقى إكس بلوشن ميكس بلوشن إذا إذا خلطت مع مادة حارقة أو ممكن تسبب لنا حريق وهذا مادة من المواد المشتعلة السريعة طبعا زي البنزين والإيسان والمو لا أعرف إيش هذه R11 Highly Flammable هذه مشتعلة جدا وإكستريم لفليم R12 إذا شوفوا الدرجات واحد واثنين وثلاثة وهذه أعلى وحدة في الاشتعال سريع جدا نمر 14 react violently with air وهذا زي الصوديم مثلا الصوديم المادة اللي من نلقاه على طول بانفجار يتفاعل مع الماء contact with water liberate extremely flammable gases إذا احتكت بالماء فبدينا قازات حارقة جدا ونمر 16 الأخير X-plosive wind mixed with exciting substance مادة مؤكسدة إذا هذه R-France أو مصطلحات الخطورة المرتبطة بالمواد طبعا أي مادة عندك لازم تلاحظ أو تراقب ورقة المتيلة safety data sheet لكل مادة عند هذه الورقة وتلاحظ كيف خطورة المادة هذه التي تتعامل معها لمتابعة S-Phrases أو مصطلحات السلامة هذه هي S-Phrases رموز نصيح السلامة عشان نتبيح مع كل مادة مثلا S-1 keep locked up يعني نقفلها في مكان آمن ويكون غير يعني معرضة للخارج keep out of reach of children يعني مدخل الأطفال للعباء keep in a cool place للجيتة المادة حقتك مكتوب فيها S-3 لازم دائما تحفظها في مكان بارد S-4 هنا S-4 keep away from living quarters S-5 keep content under appropriate liquid to specify by manufacturer الصانع يريد أي نوع من اللي يمكن تحفظ في المادة مثل الصودي ويحفظ في بعض السوائل لكي يكون بعيد من الماء عشان ما يتفاعل إذن هذه المهمة ويجب أن تحفظ مادتك فيه سائل ومحدد بواسطة الصانع ويوجهك السائل المفروض تحفظ فيه مادتك كيف تحفظ في المادة الكيميائية تحتوي على المادة الكيميائية تكون مكفولة بشكل سليم وقوي S-8 keep container dry يجعل الحاوية المادة الكيميائية تكون جافة نبري 9 keep container in a well ventilated place في مكان فيه تهوة جيدة S-10 keep content سويت المحتويات تكون رطبة زي ما قلنا بعضها عندما يكون جافة ممكن أن يفجر S-11 not specified ما أحدد بحاجة معينة ولكن ممكن أن تتبع إجراءات السلامة سويتم رسلها الصانع أو المنفاكشرة S-12 do not keep the container sealed يعني الكنتينة ما تخليها مكفولة بالشكل الى آخر keep away from food drink animal food كذلك تبعيتها من الأكل والشرب وطعام الحيوانات كذلك keep it away from incompatible material تبعيتها من المنفاكشرة أيضا هذه إذا خلطتها مع مواد أخرى بالنسبة لها ستحصل مشاكل ويبقى هذه حدتها من المنفاكشرة أو الصانع يقول لك مادة كذا keep it away from the heat من مناطق الحرارة S-16 اللي هو keep away from source of ignition مصدر الإشعال نوسموكيم يعني لو تستخدم نوعية من هذه المواد في S-16 تبعد من مسألة تدخين وطبعا مسألة تدخين ممنوعة زي ما قلنا في المعمل في أربع أشياء ممنوعة الأكل والشرب والتدخين واستخدام الموبايل وهكذا لأنه يشتت الزهن وأيضا عرضة للتسمم keep away from you بسبب المتيرة المواد الحارقة يبقى إذن هنا عندنا بشكل واضح المواد الكيميائية ورموزها الخطرة ورموز السلامة فيها المرتبطة كيف تحمينها وكيف نشتغل بشكل آمن باتباعنا هذه الإجراءات بشكل سليم وصحيح إذن هنا بشكل واضح هذه مادة الصوديم هيدروكسايد وهذه قاعدة ونشوف الريتنت يعني مسيرة للحساسية وهذا كالرصف تآكل وهذا كونسوتوريته هيدروكوليك أسد حامض الهيدروكولوريك لو صب على أيدينا حيعمل تآكل بهذا الشكل واضح إذن وكل المادة نتابع لكل حاوي أو قارورة من قوارد هذه المواد يكون عليها هذه الرموز فبالتالي اتباعنا لهذه الرموز ونعمل بشكل إذن في كل الحالتين يجب أن نستخدم الفيومهود أو دولاب الأبخرة لحمايتنا من بعض المواد هذا هو لبس الجلوس اللاب كوت أو البالتو هذا مهم جدا بشكل آخر المستند السلامة هذا مهم جدا مستند السلامة هذا مهم هذا الكتالوج حقي الذي يعمل في كل مادة كيميائية اللي اسمه هذا مهم جدا لاتباع أو معرفة الأر فريسس أو معرفة الأس فريسس وقلنا هذه مسألة الأخطار المتبط بكل مادة وهذا مسألة السلامة اللي كيف نكون في حالة السلامة إذا اتبعنا الأس فريسس أهمية هذا المستند السلامة هي من الأشياء الجدا مهمة بالنسبة للناس اللي بيشتغلوا في معامل الكيميا بشكل عام